الهدفين طبعا الفرنسي كليين بابيه هو هدف كاس العالم حتى هذه اللحظة برصيد خمس اهداف مركز الثاني عندنا بقى ايه كلهم سبحان الله انا جايب لكم العشر هدفين الاول بابيه ده خمس اهداف لوحده الباقي ده كله التسعة جايبين تلات اهداف ميسي تلات اهداف الارجنتيني طبعا ارجنتيني ميسي ده جايب تلات اهداف البرازيلي ريشارلسون ده جايب تلات اهداف الفرنسي اوليفي جيرو جايب تلات اهداف الهولندي كودي كابجو جايب تلات اهداف الانجليزي ماركوس راشفورد جايب تلات اهداف الانجليزي بوكايوساكا تلات اهداف البرتغالي اللي لعب مكان كريستيانو رونالدو وتخيله ده رابع متشف حياته مع منتخب البرتغال ويشاء المولى سبحانه وتعالى انه هو يشارك بدلا من كريستيانو رونالدو واول هاتريك في منديال قطر يجيبه جونكالو راموش اللي قدامنا ده تلات اهداف الاسباني الفارو موراتا ايضا تلات اهداف والعاشر الاكوادوري اينار فالنسيا تلات اهداف طبعا الاسباني والاكوادوري خرجوا خلاص من السباق لان منتخباتهم رواحت خلاص يبقى التمانية اللي انا اتكلمت عنهم دول سيظلوا في دائرة مين هيبقى هداف كاس العالم طبعا عندنا متش طبعا انجلترا مع فرنسا ده متش هيحدد حاجات كتيرة جدا 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 هيحدد اولا مين يستطيع ان يستمر في موقعة هداف كاس العالم لان بابيه عنده خمسة في اتنين انجليز عندهم تلاتة لو انجلترا عملتها في ناس مستبعدة على فكرة على فكرة انجلترا السنة دي منتخب قوي جدا 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 فالماتش محفوف بالمخاطر لا تقدر تقول انجلترا ولا تقدر تقول فرنسا ترجمة نانسي قنقر